هل يجوز نبس الخاتم من الذهب الابيض للرجال ذهب الذهب الابيض للرجال ايدك ايد هو اسمه فيه ان كان ذهبا فلا كان ابيض او كان غير ذلك ان سمي وعرف انه ذهب هل يستطيع احدنا الان ان يغير اللون الذهب بلون اخر حتى الذهب لا صفر هذا هذا لا ان كان ذهبا فهو ذهب هذا ممنوع على الرجال وجائل للنساء وبعد السؤال ما عليش انبقى مسألة وان كان اختلف ففاعل علماء علماء المالكي يرون حتى خاتم الفضة هذا مفوش ستة جرامات يعني مفوش درهمين درهمين معنا ستة جرامات وان يتحي ذا بعض الناس القادة ضارب اثنين وثلاثة قال فقهاؤنا حتى ولو كانت اقل من الوزن فلا يعني يجوز له والمسألة يبتني عليها امور يا اخواني الخاتم المأدون فيه لا يجوز لك ان لا تحركه لا في الوضوء ولا في الغسل حتى ولو لم لو كان ضيقا لا يدخل الماء تحته لانه مأذون فيه اما اذا كان غير مأذون فيه فيجب عليك تحركه حتى يدخل الماء تحته وان لا كان الصلاة باطلة الا في التيمم عند التيمم فهذا يعني يزال الخاتم عند علمائنا سواء كان يزال الخاتم سواء كان مأذونا فيه او غير مأذون فيه والله أعلم